السلام عليكم برجاء لكم فيديو جديد وهذا المرة عندنا هذا مجسم الصوت او سماعة شو سمو انتو بلغتكم ما اعرف او ال mp3 لير ماعرف شو سمواتكم على العموم هذا يسموه mp uchalar بالتركي مشكية هذا الجهاز راح نشوفه سوى حاليا طبعا فتحت الجهاز بهذا الشكل وهنا الكارت مالتا الميذر بورد راح استخرجه ثواني نروح على وضع الهاند مثل ما شوفون استخرجنا الميذر بورد وخلي نوديكم تحت الميكروسكوب ونشوفكم شنو مشكلة هذا ال mp3 بطير مشكلة مثل ما شوفون ال usb بورت ما تمحطم بالكامل فلتصليح هذا الجهاز عندنا حلين اما نلحم السوكت هنا بهذه المنطقة ونجر خطوط الفولت هنا طبعا وخط الارضي على اي ارضي نقدر نصلح الجهاز بهذه الطريقة ولكن مثل ما شوفون ارجل التثبيت مالتا او المكان التثبيت مالتا تعبانه بشكل كبير فاذا راح اسوي السوكت بهذه الطريقة ايضا راح يخرب بشكل سريع فارتقيت بهذا الدرس انه اعلمكم كيفية تعامل مع هذا النوع من المشاكل يعني اذا كان السوكت مكسور او مكان رايحة بشكل كامل شون تقدر تستغني عن السوكت بطريقة اخرى اليوم راح نستخدم لحل هذه المشكلة كابل يو اس بي مثل ما شوفون بالكاميرا اللي جوه كابل يو اس بي رأسه تالف ما تحتاجه هذا الكابل يو اس بي راح نقص الكابل من هاي الطرف ونستخرج الرؤوس او الخطوط المسؤولة عن الحار والبارد وبعدين راح نحور هذا الجهاز للعمل مباشرة بالكابل على اي ادابتور يتم توصيله به وياخذ شحن بهذه الطريقة كيف راح نسوي هذا الشي راح نسوي سوا ان شاء الله اول شي خلي انقرر من وين راح نستخرج الكابل بالجهاز فاني اشوف انه الجهاز بالجهة الامامية طبعا السوكت واقع ببطنة ثواني هذا السوكت وهذا حالة مثل ما شوفون خليشوفكم يتعط الميكروسكوب هذا السوكت مالتا مكسر بشكل كامل مثل ما شوفون راح نلقي مكان نطلع منه الكابل اليو اس بي فاشوف افضل شي انه هو نستخدم هذا الجنب شوف هذا المجسم الصوت او الام بي ثري راح نخلي الكابل يطلع من هذا الجنب من الصفحة ونخلي الكابل يظهر من الجانب وبعدين اثناء الاستخدام مجرد يتميب التوصيله باي شاحن راح يشتغل مباشرة راح نسوي هذا الشيء باي موتور اذا عندك مطور او اذا عندك اي وسيلة اخرى تقدر تسوي هذا الشيء خلينا نروح على وضع الهاند ناخذ هذا الميكروسكوب على جنب نحن نجي نفتح فتحه من الطرف بهذا المكان هذا الشيء مثل ما شوفون شباب زرفنا هنا زرف بالكيس مع الجهاز راح نجي نقص الكابل المستخدم من هذا المكان حسب طبعا الطول حسب الطول التي تريده انتا فايا راح اسوي طويل الكابل حتى يكون يحطه على الشحن براحته ما يتقيد فراح اقص الكابل من هاي المكان بهذا الشكل قص الكابل وندخله من الزرف اللي سويناه بالكيس بهذا الشكل دخلنا بالكيس الكابل بعد ما دخلنا راح نجي نلحمه على المثر بورد اول شي راح نسوي راح نجي نستخرج الرؤس مالته باي شفرة نفتح بهذا الشكل ونستخرج الكابلات اللي بداخل الواير مع الشحن او كابل الشحن طبعا كابل الشحن بداخله مثل ما شوفون اربع اقطاب او اربع كابلات او اربع وايرات او اربع اسلاك مثل ما شوفون خلي شوفكم ايها تحت الميكروسكوب الاسلاك اربع اللي بداخل الكابل اللي صيناه هنحتاج منعدهم بس الاسود والاحمر الاخضر والابيض خاصين بالداتا ما نحتاجهم فراح نقصهم بهذا الشكل يعني هذول الكابلات ما نحتاجهم احنقصهم اخلي فقط الاحمر والاسود حاليا خلي نجي منتج الكابل على المثر بورد مثل ما اضحيكم شباب هنا هذا القطب هو قطب الموجب خط الموجب هنا على اول pin وهي خطوط اصلا فارغة ان تكون ممكن يكون هذا ان تكون معين ولكن ما ضروري نحتاجه نحتاج خط الموجب وخط السالب اللي هو هذا اللي مربط مع هاي المكان سنربط السالب هين والموجب هين ان شاء الله فخلي نخلي افلاكس خلي الصولدر على رؤوس الواير الموجب هنا كما يشوفون على الموجب والسالب على المنطقة السالبة ربطنا الاقطاب الموجب والسالب ننظف المكان من الفلكس الزايد اذا تحب تخلي مادة عازلة فوقها خلي ما تحب تخلي بكيفك انا راح ما راح اخلي مادة عازلة راح نروح تحت الوضع الاخر الواير اللي خليناه ربطناه بالماثر بورد نسحبه شوية ونقعد الماثر بورد محلة بعد ما نربط الكابلات طبعا فالكابل مكانه هنا طبعا اضمن انك تحفظ مكان الكابلات حتى لا يصبح لديك مشاكل ونترجعهم على محلهم قبل ما نجمع الجهاز ونركبه محلة خلي نعمل تيست سريع راح اربط هذا السلك اللي سويناه بالجهاز راح نربط على اي شاحن 5 بولت ربط على الشاحن واشتغل عندي ضوء الشحن مثل ما تشوفون هنا الجهاز يشحن بشكل طبيعي ما بقى بي اي مشكلة راح اجمعها ونشغل اسوي ان شاء الله رتب الوايرات او الاسلاك محلها والسلك اللي لحمناه خلي نسحب بهذا الشكل وهذا المكان المكان اللي يخرج منه السلك هنا الفضل انه ثبت بمادة راسقة حتى لا يصر عليه سحب او تعمل عقدة تعقد الكابل حتى لا ينسحب عقد الكابل وخليه بهاي المنطقة يعني هذي تعملوا عبارة عن عقدة بهاي المنطقة حتى لا ينسحب الكابل بما انه نسينا ما عملنا العقدة خلي ثبتها بالهوت غلو او هذا الغلو الساخن نثبت نثبت الكابل بالغلو الساخن مثل ما نشوفون ثبتنا الكابل بهذا الشكل واخيرا نحط الكابل مالتا بهذا الشكل وما ننسى ان نركب البراغي وهذا الجهاز مثل ما تشوفون صار بهذا الشكل الواير طبعا هذا الواير طبعا اثناء عدم الاستخدام ممكن انه يحط يثبت بهاي المنطقة هذه المنطقة بها فراغ يعني يحط بهذا الشكل باي مكان حتى لو ظل بهذا الشكل ما يضر شي خلينا نروح نعمل تجربة سريعة نروح لوضع الفيس ونجري نربط الجهاز على الشحن حاليا يسحب خمسين ملي أمبير وضع الشحن ممكن ما أعطي بيناتكم او لا الضو الأحمر هنا يعمل بشكل طبيعي لا يبقى بي مشكلة ونشغل الجهاز بهذا الشكل هذا كل شيء الذي لدي في فيديو اليوم أتمنى أن يكون الفيديو أعجبكم وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا بالعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد كم وياكم سيفقدام قاند قداويتك في أمان الله شكرا شكرا